تعالوا يا حبابي يا حلوين اقولك عملت العشورة التحفة ديت ازاي كم تركاة كده شوفوا الفيديو للاخر عشان تطلع معكم بالجمال والحلوة دي انا هنا زي انتهى بكذا حاجة بشوكولاتة بزبيب بمكسرات بزداني السجداني ديته تكك كده في الكاب بقى بص بكذا حاجة اي حاجة انت عندك تزواء بيها اللي انت عايزة بقول ده بايه بزوق كنتي يعني الحاجات دي بتاعت كنتي بقى تزويدة على حسب راح تكنتي انا عملت الكمية ديت كيلو من البليلة اللي هي القمح اللي هي الغلل بالبلدي كده واثنين كيلو لبن بلدي ومعلقتين لبن بودر ومعلقتين كريم شنطي واربع معالق نشا وكوباية ونص سكر وعلبة اشتغلية الميا كده راتجها حطها بقى البليلة بس بتنقعيها قبلها بسحتين اما حاجة بتنقعها سحتين اتنين قول ما بتتدي تغلى كده بتجي انت جاي بقى ايه شاي للريمي اللي فوق كده منع الوش هنا استود واحتجاه حطى مغرفتين في الخلط ودت لهم تك حطيت بقى اللبن كله ايه كله يشرب من قلبه بعض واسبتها تغلى حبة حطيت بقى السكر ومعلقتين اللبن البودر اهم حاجة السكر ده على زوق كنتي كان فاضل بقى كوباية من الاثنين كيلو حطيت الاربع معالق نشا هنا وحطيت كريم شنطي ولتم قلبهم في بعض عشان ما يكلك عوش وبعدين بتحطيهم بقى والقشطة هحطها الاخ يعني بعد اما تقرب تستوي خلاص كده هطفيها هحط القشطة والفانيليا بعد اما مطفي خالص بص الله مبارك كل سنة وانتوا طيبين وصلوا على النبي كده وقولوا اللي بتتابعوني من انهي بلد شيء بيفرحنا جدا لما بلاقيكم علقين بصراحة بص القشطة الله مبارك تعمها تحفة تعمها بصراحة يعني كم تركاية كده تحفة 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 وبعدين بقى بتيجاها ياه حطها بقى في الكسات وتزين بقى اللي انت عندك في اللي بيحبها سادة في اللي بيحبها بمكسرات في اللي بيحبها بزبيب على حسب كل واحد هو عايز ايه انا بصراحة ده اللاحت عيال حتطلهم شوكارات وحتطلهم كل ايه زبطتهم بصراح صلى الله مبارك ده بكيلو البريلة عملت الكمية دي وعمل اللي كمية كتير بصراحة عمل اللي تاني غير دول بصراحة مبارك شوكاراتها بعد ايه ده اللي يا عيالك كل سنة وانتوا طيبين واتمنى تشاركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد بصوا شكلها تحفة زي وطعمها بقى حكاية جربوا الطريقة دي طعمها حكاية لوحد بصوا جميل وده الزنة اللي احتجاها مديله تاكا كده في الكبة ويحتجاها حطاها اتمنى تشاركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد